سنوات طوال استمتت خلالها أقوات المسلحة المصرية في الدفاع عن أرض سيناء مضحية بالدم والروح وخيرة شباب الوطن ليعيش أبناء سيناء في أمان وأخيرا وبعد تطهير سيناء من ويلات الإرهاب بدأت مسيرة البناء وعاد أهالي مدينة العريش لديارهم وقفين كتفا بكتف للمشاركة في تعمير وبناء مدينتهم رفعت الحواجز والمتاريس وتنفس أهالي شمال سيناء هواء الأمن والأمان وبدأت ملحمة جديدة للتنمية العمرانية من أعمال للترميم والتنصيق الحضاري لوجهات مباني مدينة العريش حاجة جميلة بدأت الطرج إن شاء الله تزبط والعمائر كمان زبطوها وعننا الأحوال والبريد ما شاء الله حاجة جميلة فيه شغل وفيه حاجة تطورات حلوة وحاجة مسهلين علينا حاجة حلوة كتير أنا من رفح عزاسا وجينا هنا وبعد كده خدنا تعويض وشترينا شؤاء التنمية استكملت طريقها نحو المباني الخدمية وتوفير وسائل المواصلات المختلفة بالإضافة لتطوير وبناء المدارس من حجر وفكر وثقافة ورياضة الحمد لله فيه استقرار وفيه تزايد وفيه أعداد الطلبة والناس رجعت مبسوطين والحمد لله رب العالمين كل يوم بيجعل مدرسة وبأخذ درسات وعلوم ورياضة وحساب وإنجليزي وبالعب وباجي من المدرسة كل يوم وبالعب مع الأسحاب في المدرسة وتمامك ونالت الطرق أيضا نصيبها من توسعات ورصف وإنشاءات جديدة لتصل المدن والقرى ببعضها البعض بداية من مدينتي العريش ورفح وصولا لقرى مدينة الشيخ زويد بعد تطهيرها من الإرهاب بأيدي قواتنا المسلحة وأهالي شمال سيناء إنسان في سيناء بالذات مرتبط بالأرض زي أي مصري مخلص وطني بيحافظ على أرضه تحت أي وضع الأرض دي فيها شهداء المكان ده فيه ثلاث شهداء سيادك يستشهدوا هنا في الدفاع هم كتف على كتف مع القوات المسلحة ومع أبناء المخابرات شغالين وهم في مقاومة الإرهاب مما رجعنا يعني زي ما أنت شايف حضرتك فيه تعمير وفيه زراعة وفيه تضبيط في المزارع تمام بس يعني المزارعين عايزين دعم حضرتك إن شاء الله إحنا متفاعلين خير بعد يعني تحت قيادة السيد الرئيس عب فتاح السيسي أن إن شاء الله التعمير يبدأ وخير إن شاء الله وبدأ يعني بدأينا في كهربا بدأت دخلت البيوت الشوارع بدأت تتعمل حضار زراعية بدأت تتعمل يعني بنية تحتية إن شاء الله خير يعني فقدان وألم وحنين مشاعر عاشتها أهالي القرى التي فارقت أرضها بسبب ويلات الإرهاب لكنها عادت بأمل جديد تزرع وتعمل وتبني يد بيد مع قواتها المسلحة التي ضحّت بكل غال ونفيس لتزدهر أرض الفيروس من جديد هنا في نفس هذا المكان سالت دماء الشهداء في معركة العودة إلى الأرض تلتها معركة للتنمية الزراعية والعمرانية شاهد لها أهالي مدن وقرى العريش والشيخ زويد كاريم بيبرس التلفزيون المصري